موسيقى الدحك الغالي والبسمة الحلوة حكمة وقال هالي الهالي واحد على القهوة حجاب مسيحة وغلو قد تيها مشاهدينا أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة أو بمعنى أصحف الحلقة الأخيرة لسيزون الثالث لبرنامجكم 60 دقيقة مع هال عبدالشافي عدى سيزون الأول على خير وعدى سيزون الثاني على خير والنهاردة احنا بنختم السيزون الثالث حاب أقول لكم للمرة المليون شكرا شكرا على دعمكم وشكرا على وقفكم جنبنا وشكرا أن البرنامج بتاعنا قدر يوصل لناس ده كمان حاجة كبيرة وبسبب كومانتو عايزة كمان أقول شكرا لتيم الإعداد الجميل اللي كان عنده اختيار موفق جدا في اختيار الضيوف اللي يكونوا معايا السيزون ده السيزون ده ضيوفه مختلفة جدا عن ضيوف أي سيزون تاني وكلهم من أولهم لآخرهم بقوليهم مع عزة شخصية على قلبي وكمان قدرنا نستفاد منهم بحاجات كتير ومعلومات كتير أقول شكرا للجندي المجهول اللي دايما بيبقى وره الشاشة ومش بايبين للناس هو عمل إيه طبعا أستاذ عمر غيس وأستاذ نصر الشاهد وأستاذ محمد الشاهد كمان أستاذ محمد شحاتة الناس دي تعبت معي جدا علشان السيزون ده يظهر لكم بالطريقة دي عايزة كمان أقول شكرا للجميلة الفاشون اللي قدرت تطلعني السيزون ده بشكل مختلف وبطريقة مختلفة وكمان بإطلالة مختلفة الفاشون شمس حاب أقول لكم للمرة المليون زي ما قلت لكم شكرا شكرا على كل حاجة عملتوها وشكرا على كل لايك وشير وشكرا أن البرنامج قدر أنه هو ياخد صادة معين بالنسبة لكم كمان أنتوا كل مرة بتستنوني في آخر السيزون لازم أقول استنوني في السيزون الرابع أو استنوني في السيزون اللي بعده بيكون بعدها بفترة قليلة أو بوقت قليل النهار ده بقى بقول لكم لا مش تستنوا سيزون الرابع دلوقتي استنوا حاجة جديدة ومختلفة وبرنامج جديد البرنامج ده هيكون معه واحد كمان الواحد ده مش أول مرة يظهر على الشاشة لا هو ظهر قبل كده وانتوا شفتوه معي قبل كده وعلشان أسهلها لكم كمان هو كان أحد ضيوف اللي كانوا معي في السيزون التالت ده اللي هيعرف مين اسمه أو في أول واحد هيقول لا ده نعارف أنه هو كزة أو هيقدر أنه هو يوصل لإسمه طبعا هيحضر معي أول تصوير حلقة في البرنامج ده وكمان هيكون ليه جايزة قيمة مني ومن المزيع اللي معي خلونا بقى ما ناخدش في الكلام كتير ونطلع لفاصل صغير علشان نستقبل ديوف حلقتنا النهار ده ونرجع بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلقتنا النهار ده كنت متعمدا اخر حلقة في السيزون تكون مختلفة جدا عن باقي الحلقات اللي فاتت علشان كده حلقتنا النهار ده ختمها مسك زي ما بيقولوا معنا ضيف ناس كتير قوي اتفقت عليه مش عايزة أقول كل الناس ولكن بنسبة 99% مثلا اتفقوا عليه كانوا دايما بيقولوا عليه أو بيسموه ومدين له لقب الدكتور الإنسان مش بس الدكتور المختص الدكتور اللي بقدر يأثر في المرضى وبيقدر يتكلم معاهم ويتجاوب معاهم ده مش دايما بيكون موجود في اي عيادة لا دايما الدكتور بيكون عارف ان هو بيمارس المهنة بتاعته وبعد كده المريض مجرد حاجة بتتعامل وبعد كده بيكون متواجد خارج الموضوع لحياته الخاصة اما الدكتور الإنسان دايما بتلاقيه متابع مع المريض وبيسأل عليه اول بول معنا النهار ده ومعاكم دكتور خليفة عبدالله خليفة استشاري الكبد والجهاز الهضمي والزمالة المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي كمان عدو الجمعية الاوروبية لأمراض الكبد صباح الفل يا دكتور صباح خير استهالة ومرحبا بيك وكل مشاهدين يفرجوا علينا وانا بشكرك المقدمة الجميلة دي عايز اقولك ان حضرتك نورتنا النهاردة واتباحك زي الفل سيد دكتور احنا هنستغل وجودك معانا النهاردة وهنبدأ بأول مشكلة الناس كلها بتشتكي منها الناس كلها الفترة دي اي حد بيروح يكشف بيلايه عنده جرسومة المعدة تمام كلمني بقى عن جرسومة المعدة موجودة ازاي ومن امتى كلام طيب بسم الله والسلام على رسول الله والله اقدر اقول ان جرسومة المعدة دي او اسمها البكتيريا الحلزونية او ايتش بيلوري او انا او انا كنت لسه عايزة حضرتك اللي هو الاسماء دي ان الناس دايما بتكون فهمة ان جرسومة المعدة هي ليها اسم واحد بس لأ هي ليها كذا اسمها عشان لو حد قال اي اسم من الاسماء التانية يكونوا فاهمين هي دي جرسومة المعدة تمام زي ما حضرتك قلت كده بالظبط هي اسمها جرسومة المعدة او البكتيريا الحلزونية او الاتش بيلوري هي بكتيريا مسيرة لجدها لشوي اخرت زخم كبير جدا جدا في السوشال ميديا في اوساط الاسر والمجتمعات المصرية من الموضوع اهول من ذلك بكتيريا البكتيريا دي بتعيش عندي في المعدة وده امر مش هين المعدة فيها حمض المعدة وفيها عصارة تحتوي على انزيمات ومواد هاضمة بس هي بتقدر تجعل حواليها بيئة تحميها من الحامل الدرود بكتيريا موجودة من الاف السنين لكن تقريبا من مئتين سنة علماء التشريح وجودها موجودة في المعدة بس ما كنوش عارفين هي شغالة ازاي وبتأثر ازاي لغاية عام 1982 كان فيه اتنين علماء استراليين واحد اسمه روبين والتاني مرشال اكتشفوا العلاقة الوثيقة العلاقة الوثيقة ما بين جسومة المعدة وما بين قرحة الاثنى عشر والتهابات المعدة وقدموا ورقة بحسية بكلام ده والاتنين ترشحوا كمان لجازة نوبل واخدوها سنة 2005 كمان ان هما قدروا يتوصلوا للحاجة ده صحيح ماذا تأثير جرسومة المعدة على التهابات الجدار المعدة وقرحة الاثنى عشر طيب دكتور ايه سبب اصلا يكون فيه جرسومة المعدة في جسمنا او حاجة موجودة كمرض منتشر اول فترة دي تمام سؤال برضو طيب اعزو اقول لك حضرتك حاجة ان ده اكتر عدو منتشر على مستوى العالم يعني اخر احصائية بتقول من سكان العالم تقريبا 7 مليار و 600 مليون جرسومة المعدة بتصيب اكتر من 50% من سكان العالم لكن تتوقع ان اكتر من 3 ونص مليون نسمة مليار نسمة او قرارب طلل 4 مليار عندهم جرسومة المعدة بس موضوع مهم جدا مش كل واحد عنده جرسومة معده عنده تعب في المعدة ومش كل واحد عنده قلم في بطن معناه كان عنده جرسومة المعدة 80% منها يضعون عليها خملة ما بتعملش المشاكل خالص يعني 20% بس هي بتعملوا بقى المشاكل اللي احنا بقول عليها بقى ده عنده حموضة ده عنده عصر هضم عنده غثيان دايما عنده ألم فيه أعلى البطن يسمى فم المعدة دايما للألم مرتبط بالأكل دي معلومة مهمة جدا أنا كمان حاب بوضح للسيدة المشاهدين ان مش أي حد بطنه بتوجعه نقول لا خلاص ده احنا سمعنا الدكتور بيقول عندي كذا وكذا وكذا يبقى جرسمة معده لا خالص مش جرسمة معده ممكن يكون أي حاجة تالية ده صحيح لان فيه تشابه ما بين أعراض جرسمة المعدة وحاجات تانية يعني ممكن يكون عصر هضم عنده خالف إفراز المرارة قولون عصبي قولون تقرحي معده عصبية فمش كل ألم في بطن خلاص لجرسمة معده لا 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 فيه تشابه كبير جدا ما بين الأمر طب في حالة ايه انه هو ممكن يلجأ للدكتور انه هو خلاص العسر الهضم مثلا بيتخذ له كذا حاجات مسكنات اللي هي بتعدي الموضوع فحالة إيه بقى أن هو خلاص تعب قوي فلازم يروح للدكتور عشان هي ممكن تكون جرسومة معدة تمام ممكن الموضوع يكون نازلة معوية بس مش هتاخد أكتر من أسبوعين لو عندي ألم أكتر من أسبوعين أو فترة طولة جدا كده أبدأ أشك أنه عند جرسومة معدة يجي مثلا المريض يقول والله أنا عندي مثلا أنا ماشي بفوار على طول أنا ماشي بأدوية معدة أنا طول عمري تعبان من سنين لأن جرسومة المعدة أصلا بتيجي في الأطفال عدو مزمنة معظم الناس اللي عندها جرسومة معدة اكتسبوا العدوة وهم أطفال وبتكمل سنين طويلة جدا يعني ليس بس للكبور لا ده معظمها جات وهم حتى أطفال وكملت نعم بما كبير ينهر أبياد وده كل ما بيكونوش حاسين بيها لا مش حاسين بيها بتاخد سنين طويلة جدا لما هي تنشط يعني آه بها في الأول بتكون موجودة بس خاملة طيب السبب بقى أن هي تكون موجودة إيه هي مش مرض وراسي بمعنى أنا ما بتوريدش عندهم سمية مادة بزي السكر والضغط وكلام ده كله لا هي بتكتسب كعدوة يعني السبب الرئيسي اللي أنا أكلت أكل أو شرب ملاوس ده سبب الرئيس فيه بقى نسبة أوليلا جدا بقى إن هي مثلا من فم للفم يعني مثلا أم تعد أولادها أو الأخوات يعدوا بعض ده أوليلا جدا وناس بتخاف من وضغطها تزيدا على المزوم شوية لكنها معظمة طبعا الأكل يكون ملاوس بيها يعني هي فعلا الجرسومة المعدة مش معدية صح؟ ولا معدية؟ هي عدوة سؤالي لبيحاية هي عدوة أنا أكتسبها من أكل ملاوس تمام أنت تفهمني؟ لكن أنا أعدي حد جنبي مش بصورة الناس فاكرها دي لأن مثلا تيجي الأم مثلا وعندها ابنها عنده جرسومة المعدة فدي بقى عندها خوف كبير جدا تبدو الوقت يأكل لوحده كبال واحده معلقة لوحده شوكا لوحده الوحده هيتعزل طب يعد أخواته الزيتة مش عارف هي الأم يتكلم تردع ابنها لا لا الموضوع مش بالصورة دي الموضوع مش بالصورة الرهيبة دي يعني ممكن الأسرة كلية يكون عنده جرسومة المعدة جرسومة المعدة بس هو ده اللي ظهر عليه الأعراض اللي بقى يكون له كويس جدا وعاش طبيعي صح تمام طيب يا دكتور الأكل اللي باكله بيكون زي الأكل بتاعنا الطبيعي ولا ده خلاص مرض بيتعاملوا معين هياكله مسلوق بدل المحمر والمقلي وهياكله ماشيو والكلام ده كله تمام عزل حالحة إن قبل جرسومة المعدة كان الاعتقاد السائد إن اللي بيعمل التهاب في المعدة التبطر والقلق والتدخين ونظام الأكل العامل ده كلها عامل مساعدة لكن لازي يكون جرسومة المعدة هسابه الرئيسي لتقرحات والتهاب جدار المعدة والإثنى عاشر الطبيعي الطبيعي حتى لونا مش عيان أحاول لنا أعمل نظام غذائي كويس دايما نقول إن اللي يطلع من الأرض أحسن من اللي يمشي على الأرض خلاص بالخضر والفاكهة أحسن كتير جدا يعني وإن الأكل الدسم والحراء والأكل سبيسي والأكل التكاوي والجاهز ده كله بيحتوها صورة حرية عالة جدا وزيوت اتغالت كتير جدا بتأثر طبعا حتى لو إنسان طبيعي يعني وإن أفضل بروتينات السمت يليه الأرانب يليه الفراخ من غير جلد حتى لو إنسان أي إنسان عنده بقى سكر عنده ضغط عنده كبد ده نظام غذائي كويس وماكلش ونام وماكلش أشبه طب ده في كل الحقيقة صح؟ ده يفضل ده يفضل خاصة بقى العيان عنده جرسومة المعد يعني طبعا أنا عند الخضر والفاكهة كويسين جدا خاصة حاجة زي الكرمب والأرنبيض والبروكلي أنا كنت لسا أقول لحضرتك الأكلات اللي هي كويسة للمريد اللي بيعاني من جرسومة المعد دي بتساعدني شوية بتقلل تهبات لكنها ما تنويتش جرسومة المعد لم يثبت علميا إن فيه أكلة معينة أو أعوش بمعين يقدر لوحده يستقل إنه هو يقتل جرسومة المعد كان ده علميا مش بوثبت هي بتساعدني حاجة زي الكركم مثلا حاجة كلها كويسة لكن لوحدها لا لازم يكون فيه نظام مكورسي علاجي يتاقل فترة معينة للقضاء على جرسومة المعد طيب يعني المشروبات والحاجات دي برضو محضرتك مش ممكن تذكر من نفسه اللي التهبات بتاعت الجرسومة زي ما حضرتك بتقول لا هو علميا لم يثبت مواد فعالة وطريك بس هو ممكن يكون الكرومب والأرنبيط والبروكلي مع الكركم حاجات دي كويسة وممكن تكون برضو عندي حاجة زي المستيكة أو حاجة اسمها زيت جوز الهند برضو حاجات دي كويسة بس الوحدها الوحدها لا هي تساعد مع الأدوية لكن الوحدها لا طيب الأدوية بقى تمام أدوية بجرسومة المعدة بيقولوا أن هي تقيلة أصلا تقيلة على الشخص وتقيلة على المعدة وتقيلة في الناس اللي هي طبيعية ماشية روحها جاية أن هي بتكون معظمها أو كلها مضادات حيوية فالوضوع مريب الكلام دي كويس بيجي العيين خش العيادة أنا عندي جرسومة المعدة بس خايفة أخذ العيادة هو نفسيا مؤهل أن يحصل له مضعفات برضو عشان نتكلم صدقي يعني هي لها مضعفات بس أنا أكون نفسيا مستعد أكل كويس جدا جدا أكل أسماك وأكل لحوم وخضار وفكرة وأعمل حسابة آه أنا بأكل مضاد حيوية بجرعة عالية مرتين في اليوم لمدة 14 يوم بس لازم أنا لازم بقى وإن شاء الله أنا ابتدأت أخذ الكرس لازم أخلص وحاول أنا أواظف في موعد العلاج وإن أنا ما سيبش أيام فراغ يعني بس في أول مثلا ثلاثة ربعة أيام هيحصل شيء من الهبوط عشان الجسم بأخذ حاجة جديدة ما كانش موجودة فيه ممكن يحصل إسهال ممكن مثلا العيان أو المريضة تشتكي أن عندها مرارة بقى وده طبيعي لأن أي أدوية مواد كيموية تخرج في فرازات الجسم زي البول والعرق واللعاب فدايمن أقول لك الأكل والشرب طعم مغير فوقي فده شيء طبيعي أنا أقول له ما عليش يتحمل أي أسار جانبية غيرت مربوني يسر ونكمل إسبعين الحقيقة المحاولة ما دارش أقول له ما تكمل علاج يعني لو لا قدر الله حصل له حزاسي حصل بقى فيه ضرم في جسمه حصل طفح جلدي فهرش كبير جدا فيه تورف الشفتين طبعا ما يدارش يقول له كامل لا لازم هنا يتوقف يعني في حال هو كده كده مكمل علاج عادي بس في حال إن فيه حساسية ظهرت أو هي حاجة من دي لازم يوقف العلاج ده طبعا ويلجأ طبعا للدكتور علشان يتابع مع الحال ده صعي طيب قولي بقى لو في وسط منع بيأخذ العلاج أو أي شخص موجود هيأخذ العلاج بتاع كورسومت المعدة هل لو هو أخلف في حاجة معينة ده بتبوز له الدنيا تاني ولا كأنه عمل حاجة ولا بيتفاوت مش بالصورة دي مش معاك أن سبت جرعة ولا حاجة خلاص الكورسومت اللي أنا حول بعد كده ألتزم على قدر الإمكان بس إبتوا واحد أو اثنين أو ثلاثة مش معنا كده هرجع كامبل الكورسوم الأول لا 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 موطم بش كده يعني برضو عزو الحاجة أنا أي حد عنده كورسومت المعدة وخذ العلاج لازم يتأكد أنها راح يتمل فهو الصح اللي أنا أستنى شهر بعد انتهاء العلاج وحللتك تحل كورسومتين علشان يعرف هي لسه موجودة وانا عندي ثلاث طرق بالضبط ده لازم إن شاء الله إن شاء الله يعني أعظم الحالات الحمد لله بتخيف فيها الحمد لله فأنا عندي ثلاث طرق ليه اكتشاب والصومة المعدة أول حاجة طبعا من كامل عين طرق بشك طبعا طبعا بتظهرش على جهاز سنار ولا بالكشف اليدوي ولا بالسماعة طبعا لازم فيه حاجة اسمها فحص النفس اختبار النفس ده في المعمل طبعا أو اختبار بصومة المعدة شوك المصادات بتاعها ده موجود في البراز أو اختبار الدم ونفجأ بقى إن الدم هنا أضعفهم أضعفهم أقل لهم دقة أقل لهم دقة ده صحيح لأني أكتشف وأدور على الأجسام المضادة ممكن أنا تعاليكت وهي واحد من عمدي بس ليس الأجسام المضادة موجودة زي فكرة فيروسي فيروسي حاملة فيروسي لتعاملت أو 100 مليون صحة هل إن هي فعلا كانت خففت من الفيروس الموجود في مصر ومن حاجات كتير أوي كانت موجودة في المعدة ولا كانت بس للفيروس بس إن هو النسبة بتاعته أقلت مش أكتب بص مش عايز أقول إن حملة 100 مليون صحة ده في موضوع فيروسي عملت طفرة صحية كبيرة جدا جدا في مصر ناس كتير جدا جدا كانت عايشة وأنا كويس جدا وفي دماغه له ما عنديش أي مرض وأليه تعب لكن بالحملة دي ناس كتير جدا جدا ملايين طلع عندهم مش عايز أقول ليك إن الحمد لله كانت سبب إن إن شاء الله مصر كده دخل على مصر خريم فيروسي وهي بفيروسي إن شاء الله من الماضي بقى إن شاء الله طبعا حملة 100 مليون صحة كانت تحت رعاية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده صحيح كان طبعا حاجة من الحاجات اللي هي تشهد له في الفترة دي إن هو بدأ يهتم جدا بموضوع الصحة دي ده صحيح ونتمنى إن شاء الله هيتكمل بقى حاجة برضو عن التدخين وحاجات عن دهون الكبد وزي ما مصر استفادت من الحملة دي نتمنى إن شاء الله تستفادت حاجة تانية إن شاء الله إن شاء الله كلها أثر إيجابي زي حملة 100 مليون صحة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله عايزة أسأل حضرتك بقى السؤال اللي دايما نشغل الناس كلها وخايفة منه جرسمة المعدة ممكن تسبب سرطان المعدة؟ لو الحاجة دي موجودة أنا عايزة أقول لك نص المشاهدين اللي عندهم جرسمة المعدة دلوقتي فيه خطة كده جات لهم لا الموضوع مش يعني برضو واسم نحن قلنا بتياخد نص الزكان العالم تفهمني؟ فإن هي تعمل سرطان حالات نادرة الحدوث نادر جدا 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 إن جرسمة تعمل سرطان عشانس ما تخافش بس يعني هي اكتشفت في فئران تجارب أثبت في بعضها يعني لكن بصورة كبيرة إن شاء الله ما مش هتحصل يا إن شاء الله رب العالميا الحاجة التانية إن أصبح فيه وعي عند الناس الناس دلوقتي ممكن لوحدها بتطلب وتيجي العيادة مثلا وهي عاملة لوحدها تحليل جرسومة المال أنا عايزة الحاجة بس إن مش الجرسومة لوحدها مثلا تمنى بدخن وباكل أكل كتير كلام ده كله بيأثر والحالة النفسية كلام ده كله بيأثر فأنا مش همسل في حاجة وبسيب حاجة تانية والنظام الغذائي لازم يتغير أنا حياتنا لازم يتغير نرجع زي زمان فيه فطار وفيه غداء وفيه عشاء لازم لازم ما فيعش أكل واشو بأكل ونام المعظم لازم دلوقتي بتاكل طائتين تقريبا مرتين بس في اليوم وبيتون دول لهم تأسير سلبي ولكن ما بقولش كتير لأ أنت صمت فترة طويلة فأكلت الأكل بعد الصيام فترة طويلة معظمه بيمتص يخش الجسم فتحصل السمنة من هنا أو أنت أكلت عدد مرات قليلة بس النظام غرط وكمية كبيرة فيحصل السمنة من كده وخصوصا أنه بيكون واكل واجعان فبالتالي هيكل كتير قوي مش هيركز أنه يأكل خضروات ويشرب ميا لأ هو عايز يدخل أكل كتير أنا أعذر لك حاجة مثلا سي أن أنا حد مثلا كل وليأكل مثلا كيلو في اليوم بس وزعه انفضار وغدا وعشا خلاص الجسم يأخذ له وعيزه والباقي دوت هيتخلص منه لو أنا أكلت الكلو هو و هو برضو بس بعد سن فترة طويلة مثلا فترة الصبح وكل مثلا بعد الأكل بعد الغدا لا الكلو ده كله هيخش جسم ده أعذر أقول في قاعدة ربانية نمشى عليها رباني أقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسط مش بس في التفكير والاعتقاد والشريع والعبادات لا حتى في نظام حياتنا والليف استيرل بتاعنا وعلى رسالة طبعا الأكل والشر أوه طبعا اللي هو في كل حاجة المستطيلة 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 واش موجودة تاريخ تتظلط إن شاء طب أنا عايز نسأل حضرتك مضاعفات جرسومة المعدة بتكون إيه يعني جرسومة المعدة عشان موجودة في الجسم ممكن تسبب مضاعفات إيه تالية تمام نحن قلنا أنت من يفهم من الناس اللي عندهم جرسومة المعدة وعندهم شيء أعراض خالص وعايش حياة طبيعية تماما عشان هي خاملة عشان هي خاملة لكن ممكن مثلا تعمل زي ما تلك تعمل دايما عنده غثيان غمامان نفسي نفسه غمان معلي دايما عنده تفق جدار المعدة يعني يقولك مثلا أنا عندي فهم المعدة تعبين أي لو أكلها تعبين خلاص حتى لو أكله مثلا عشو جدنا حتى لو أكله خفيف ما فيش زيوتي أنا ولا سمنا برضو أنا تعبين دايما عندي انتفخات دايما عندي غزات أنا عندي كده بطني محزماني معظم ألم البطن والمتاعب المرتبطة بالطعام أبدأ أشرك فيه رسومة المعدة بس ما ينفعش أخد علاج من غير التحليم طيب دكتور بقى السؤال ده أنا ما كنتش متوقعنا أنا سأله بس أنا عارف أنه هو هيفيد الناس جدا اللي هو أنا لو دلوقتي أنا الأعراض دي موجودة عندي وعايزة أروح أن أنا أعمل تحليل قبل ما أروح للدكتور علشان أطمد فأنا إزاي أخد بالي هي النسبة بتكون مثلا فوق كام فأعرف أن أنا عندي كرسومة المعدة وتحت كام فأعرف اللي هي لسه خاملة عندي تمام هو التحليل الصح يقول لي عندي أو ما عنديش خلاص عندي ده هتطلع عن نسب خلاص كلهم زي بعض طالما عندي كرسومة لازم تتعريك حتى لو مش عامل أعراض تمام لكن فرضا مثلا أسرة أو أمي مثلا حاليت لتنين توقع مع بعض يعني مثلا ولد طلع عنده والتاني حاليت له كيف عليه وطلع عنده ومعنوش أعراض برضو ياخد علاج الجرسوم فلو طلع بس التحليل طلع في بوزيتيف في نتيجة لازم يتعليك طبعا هو كده كده بتاع المعمل أو الشخص اللي هو راح عنده بيقول له بيقول له في جرسومة مايدة أو بيكون عاير فيها بس كده آه لكن لا في نسبة موجودة يا طمع فيها يتعليك بس لازم أعرف النسبة عشان بعد كده أنا ما أعمل بعد كده فول أب ومتابعة أعرف إن حصل استجابة للعلاج ولا لا صحيح النسبة تغيرت زي لتقلت ده صحيح ده صحيح عشان ما كده ياخد كرسي تاني بعد كده لازم أغير العيلة المضادحة وليخدها أول مرة تمام طيب يا دكتور جرسومة مايدة بقى أنا عايز أن يكلام فيها من كتر خوفي من ماى من كل الحاجات دي كلها تمام دول النامية وحتى في دول النامية المجتمعات المتحضرة النسبة فيها برضو أقل من المجتمعات العشوائية يبنى المرضوعة مرتبط بالتعقيم وبالنظافة فعلى قدر الإمكان على قدر الإمكان نحاول نحن الأكل يكون بيتي اللي أم تعتني بها على قدر على قدر ما تقدر يعني مثلا حاجة زي الخضر مثلا الخص والجرجير والسريس وكل ده كله تحط في ماء بخله ربع ساعة طبعا بشي كل ميكروبات اللي فيه يعني على قدر ما نقدر الأكل التكوي والأكل السريع طبعا كميت دون مزومت كتير والأكل اللي بحبوه طبعا والشي يسوي كلام ده كله على قدر الإمكان يعني نرجع للطبيعة شوي أنا عند البيض وعند الألبان وعند الجبن وعند اللحوم وعند الأسماك خنا في الطبيعة شوي يعني ونحن مش عايز نستقلعي صح وإحنا دايما كبشر أو كشباب موجودين دايما بنخجل من حتة الهواء أنا ماسك اللانش بوكس بتاعي وفيه الأكل البيتي بس تقريبا الزهرة دي لو ظهرت على واحد واثنين مننا باقي الناس هتشوفها عادية جدا وهتتعامل معيها وبعد كده هيبقى الموضوع صحي جدا ده صحيح دكتور احنا أخيرا يعني خلصنا من جرسومة المعدة الحمد لله أنا عايزة حضرتك بقى فيه كمية أسئلة ما بعوتنا عايزة حضرتك تجاوب عليه كان أول سؤال فيها إن هو السكر والضغط مستمدين معانا لحد أخر العمر ولا فيه طرق وعلاج بالوقاية منها أو بيخليها تروح من عندنا أو تقل حتى نسبت تمام السكر والضغط مش عادوة يعني مش دول برد أو نازلة معوية يخف منها لا ده مرض مزمن معي طول العمر حالات نادرة جدا 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 اللي حصل فيها تحسن أو الضغطة رحمة عندهم أو السكر حتقولها جدا جدا لكن عايزة أقول ما فيش حاجة اسمها مثلا بيجي العيان مثلا يقول لك الحمد لله الحمد لله السكر كويس فأنا سيبت العلاج وهو السكر كويس بالعلاج وضغطة كويس بالعلاج مش الضغطة كويس فسيب العلاج لا 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 هو كويس عشان تدقد علاج السكر والضغط مرض مزمن وهو مراحل يعني لازم مثلا أنا بعيني يقول مثلا بدي خمس سنين ماشى على دواء معي ما هو فيش حسمها كده وانا لازم أتابع في مرحلة أولى وتانية وتالتة وربعة فلازم كل شوية مثلا أو أنت كنت مرتاعة دا وده مثلا سنة واثنين لكن بعد كده الضغط عدى مرحلة والمحرات تانية المحرات تالتة فلازم يتابع حتى لو هو مش حاسس بأعراض لأن الضغط اسمه القاتل الصامت أو المرض الصامت ما بيعملش أعراض ناس كتير جدا جدا عندها ضغط ما فيش عنده اصداع ولا دوخة ولا حاس بأي عراض خالص ودائما طبف تقدم فأكيد فيه أدوية ممكن تكون نزلت بتعمل حاجة مختلفة فهتفرق جدا طيب دكتور حاجة تانية بتقول الأعشاب سؤال الأعشاب زي المستكة لبن الضكر لبن الضكر الحاجات دي كلها هل أن الحاجات دي يعني بتأثر على الجسم بتنفع وبتضر ولا ولا بتنفع ولا بتضر زيها زي الميا بتنزل الموضوع مش كده في الضبط هي بس المقولة المشهورة إن الأعشاب لو مش هتنفع مش هتضر والكلام ده يعني علميا مش 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 مزبوط تماما يعني لأ العشاب ممكن تضر والضر والضر فيش حاجة اسمها كده دي جديد قوي بقى استنى هنا طبعا ليه تضر ليه طبعا العشاب فيها موضوع كيموي وفيها زيو الطيارة وليها أثار جانبي يعني كان فيه حاجة مثلا تستخدم عند العطاريين عشان خاطر حصابات الكيلة والأملحوا كده اتطلعت من سرطن زي زيتون إسرائيلي مثلا يعني حاجات من هذا القبيل يعني فما فيش حسمها كده خلاص لا الحاجة التانية برضو الناس مثلا ما احنا الناس يوميا تشرب حلبة وينسون بمصالش حاجة يعني فهي الناس عندها مشكلة في السمنة وعندها مشكلة في دايما عندها تخاف رهيب جدا من الأدوية المواد الكيموية ففي دماغه أن هو واعتقاده أن أنا لم أروح لاتجاه العشاب فأنا كده تفديت المواد الكيموية لا الموضوع مش كده خالص الزيوت الطيارة برضو عندي اللي موجودة في العشاب هتعدى على الكليا واتعدى على الكبد واتعملوا ضعفات كبيرة جدا جدا لازم يكون دكتور موجود معايا تابع الكلام دا كله حتى لو دكتور تخزي طيب تمام كل المواد الدوات الحيوية لازم ناخدها بعد الأكل برضو ده معتقد خاطئ عند ناس كتير يعني أن المواد الدوات الحيوية بيعمل هبوط فأنا لازم أخذه على معدى مليانة عشان ما أحسش بهبوط المواد الدوات الحيوية الوظيفة منه أنه هو يوصل عندي الدم ومن الدم هيوصل للكبد وبعد كيه هتوزع للمكان هيروح بقى للرئة هيروح للكليا هيروح للجلد حسب المكان المفترض هيروح له يعني فأحيانا أحيانا مواد الدوات الحيوية يحتاج معدى فضي مش معايا لأكل ولا شرب عشان يمتص كويس فاهمني نحن مثلا وانا واخده على معدى مليانة لا الأكل دوات يعمل خلل في متصاص فمستفيدش منه خرص يعني فبرضو ده معتقد خاطئ أن كل المواد الدوات الحيوية لازم تتاقد بعد الأكل عشان أستفيد منها أو عشان هو مواد الدوات حيوية تقيل فيعمل لهبوطه ومدان كلام ده مش مزبوط در طيب يا دكتور نختم فاكرتنا النهاردة بأخذ السؤال وأهم السؤال زيت الزيتون فيه سعرات حرارية ولا زيت الزيتون ده ده كنز طبعا هو سن رسول الله سلام الزيت الزيتون طبعا حلو جدا للدهون كولسترول حلو جدا بيحمل جسم الأورام والسرطانات لكن برضو الإصرافي هو زيت زي كل الزيت يحتوي على صوت حرارية فممكن يزود الجسم يعني لكن أنا لو أخذ معلقة بمقدار معلقة في اليوم لوحدها بقى أو على جبن أو على زيتون أو يحط على عسل نحل مثلا هو لمعلقة في اليوم ده كويسة جدا جدا لكن الإصرافي لا هو زيت زي كل الزيت هيزود الجسم ويدي صارت حرية فقط طيب دكتور خليفة أنت شرفتنا النهاردة أنا وقت الحلقة لكذا مرة ما سعفنيش أن أنا أخذ المعلومات اللي أنا عايزيها من الضيوف اللي معايا ولكن أعايز أقولك أن الفقرة دي خفيفة جدا على قلبي وحقيقة نورتني النهاردة وأنا عارف أن لسا للحوار البقية وأكيد حلقات تانية كتير حضرتك هتكمل بقيتك المعلومات دي مشاهدين هنطلع للفاصل صغير عشان نستعب ديو في الفقرة التانية ونرجع لكم بعد الفاصل